قدم للناس فكرة تساعدهم على التحسين بدل ما تنتقدهم يعني بدل ما تروح تنتقد حد قلوا والله لما تجي تعمل الحاجة الفلانية دي هتوسع عليك واتيسر عليك الأمر وتخليك أحسن تالت حاجة بقى وده شيء مهم جدا 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 عشان نتخلص من الخوف من الانتقاد حاول دايما تكتب أي نقطة حد عمله لك وتفكر فيه وتسأل نفسك ثلاثة سئلة هو اللي بيقوله ده لو أنا عملته هيخليني أحسن طب اللي بيقوله ده لو أنا عملته هل هيخليني أحس بالراحة طب لو أنا عملت اللي هو بيقولوني ده أنا أحس أنني أتعلمت حاجة جديدة فلو لقيت الجواب نعم 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 اعمل الحاجة دي ولا تلتفت لنفسك وده شيء مهم جدا في التطوري الزياد رقم تلاتة رقم أربعة لأن تلاتة اللي احنا قلناه رقم أربعة عايزين نعمل ايه ندعم اللي حوالينا ونطمنهم علشان يخرجوا أحسن ما فيهم وإحنا لما بننجح أن نخرج أحسن ما في الناس بنجد أن احنا مش محتاجين ندفع عن نفسنا ونخف من الانتقاد لأن تكون البيئة اللي حوالينا كلها بيئة تأمان بيدعم بيدعم كل واحد فينا الآخر ونحس أن مدد ربنا احنا غرقى في مدد الله فنحس بالاطمئنان ونحس بالثبات وبالنور ومش محتاجين أن احنا نحمي نفسنا يا سادة أرجوكم أي حد مصاب بالخوف من الانتقاد ما يستمعش النفس الأمر بالسوء ايه اللي جاب نفسك الأمر بالسوء الخوف من الانتقاد ده نفسك اللي هي حطها لك عشان تخاف لكن انت لو كنت مع الله قال إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون مش هتخاف لأن لو حد انتقادك الانتقاد مش الطريقة المثلة التعاون معاه هو الخوف لكن الطريقة المسلم عن الانتقاد هو ثلاث حاجات التحليل ثم بعد ذلك النظر في المقالات لما تشوف الحاجة لما تشوف الحاجة دي والتبني أو الرسوخ على ما أنت فيه دوة الأخي اللي تقدر تتعامل مع الانتقاد بشكل صحيح يا رب العالمين نسألك أنت جعلنا لسنا من أهلي لسنا من جلسائي هذا الجليس الصعب السيء وهو جليس كريه ثقيل على القلب وهو جليس خوف الانتقاد خلينا يا رب راسخين ذوتنا مؤكدة أي حد يكلمنا على أن الانتقاد نوع من أنواع الإنقاص نوع من أنواع مازلة جعلنا يا ربنا واثقين من أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يسلبنا قيمتنا هو أنك لا ترضى عنه فجعلنا يا ربنا دائما من أهل طلب الرضا وعلمنا أن الرضاك يكون في أن نبقى في حضرتك وعلى أخلاق نبيك ومصطفاك وتأخذنا إليك أخذ الكرام عليك وتردنا إلى بابك دائما بغير أن نخاف من أن ينظر إلينا أحد لأننا مشغولون بالنظر إليك يا رب العالمين يا رب جعلنا دائما في أمانك لن نخاف من الانتقاد وننخاف من حد من العباد يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين